نجح السيد رئيس وزراء لصد مصطفى الكاظمي بعد جولات للحوار الاستراتيجي الاربع التي اجريت في العراق وكذلك بالمقابل لقائه بالرئيس الامريكي بايدن وكذلك الاتفاق على سحب القوات القتالية بصورة نهائية وكذلك بالمقابل الانتقال الى صفة العمل الاستشاري وكذلك بالمقابل المساعدة وبناء القدرات والتدريب وهذا بالتالي ما يتيح للعراق انتقال العلاقات العراقية الامريكية لأول مرة منذ 18 عاما من الافق العسكري الى الافق الشامل الذي يستند على الجانب السياسي والاقتصادي والطاقة والبيئة والتعليم والمجالات الستة الموجودة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي وهذا بالتالي تحول كبير الان سيحدث بعودة العلاقات العراقية الامريكية الى مرحلة ما قبل سقوط الموصل وقد نجح سيد رئيس وزراء الاستاذ مصطفى الكاظم في العمل في هذا الموضوع وكذلك القيادات العسكرية في قيادة العمليات المشتركة في مقدمة نائب قادة العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبدالامير الشمري وكذلك سيد مستشار الامن القومي السيد قاسم العرج الذين كانوا يعملون مع قيادات وقادة الاسلحة في قواتنا المسلحة لتحديد المسارات والحوار الاستراتيجي وكذلك الاجتماعات الخاصة باللجنة الفنية العسكرية العراقية الامريكية التي كانت تشرف على مسار عملية تطبيق كل متطلبات انتهاء المهام القتالية في العراق اشتركوا في القناة